مرحباً سهلاً فيكم أصدقائنا الطلاب في دورة منهاج البكالوريا هذه الدورة العام نحي فيها بس خصوصاً في منهاج البكالوريا أحبب أذكر بعض النقاط اللي عم نلاحظة بالنسبة لطلابنا العزاء كثير طلاب عم يوردني بعض الأسئلة أنه أكمل بعك بالدورة ولا لا في شغلة مهمة أنه نحن عم نحاول نطبق دورة كاملة مثل الدورات اللي منعطيها بشكل حقيقي ولكن عن طريق الفيديو طبعاً في بعض النصايح لازم الطلاب يمشوا فيها لحتى يحققوا النسبة الأكبر اللي بتشبه طبعاً الدورة الحقيقية ولكن رح نفقد هنا شيء اسمه الانضباط الذاتي واللي هو أنه الطالب أو الطالبة يكونوا يمشوا بوتيرة معينة فمثلاً لما يكون عندنا دورة حقيقية نحن فيه استاذ يكون عم لاحق طلابه ونحن ما بنحسن نعمل هاي الملاحقة عن طريق الفيديو بشان يدرسوا الطبعاً فممكن نفقد هذا الشيء الوحيد هذا بالنسبة للدروس اللي شفته وافي عندنا عدة أنواع فيه شيء اسمه دورة البكالوريا واللي هي المنهاج اللي عم نشوفه في منهاج الكتابين اللي هنه الـ Students Book و Activity Book في شيء من ضمن هاي الدورة رح تلاقوهم بالفيديوهات اللي هو قواعديات كتاب البكالوريا في شيء تالت مو مذكور هو محضر من قبل واللي هو تأسيس قواعديات الإنجليزي هذا التأسيس اللي هو رقم ثلاثة مو مرتبط بتاسع ولا بكالوريا بأي صف هذا التأسيس لازم يبلش فيه أي طالب أو طالبة قبل ما يبلشوا بقواعديات الكتاب قواعديات المنهاج سواء كانوا طلاب تاسع ولا بكالوريا اللي هنه عندهم شهادات مثل ما نعرف فهذا التأسيس هو ببلش من الصفر ببلش من الأحرف دائماً بحاول أخبركم لازم تبلشوا فيه قبل ما تبلشوا بقواعديات الكتاب قواعديات الكتاب ما رح تكون أنه رح نعيد من الأول قواعديات الكتاب منهاج العمدوس اللي هو البكالوريا مثلاً ما رح نعيد من الأحرف في دورة تأسيس لحالة فيكم تشوفوا فيديوهاتها هاي دورة التأسيس بتقلكم أنه نبدأ بتأسيس قواعديات خلي نقول مثلاً أي كتاب من بعد ما نخلص هاي الدورة ففينا هداك الوقت أنه ننتقل لقواعديات منهاج البكالوريا مثلاً أو منهاج التاسع مثلاً فأحبيت أشير لهذه النقطة زائد في نقطة ثانية أنه في كتير أرجالي رسائل أو تساؤلات أنه بالنسبة لقراءة الكلمات في الفيديوهات ممكن عبتاكل وقت شوي حاولت أنا في هاي الدورة أنه أخلي الدورة مشابهة للدورة الحقيقية اللي بعمل أنا طبعاً هاي طريقتي وأسلوبي ما أقول أنه هذا هو الأسلوب الأصح لا ولكن أحاول أنه أخلي الدورة الحقيقية اللي بعمل بالحياة الواقع الحقيقي أو بالحياة الحقيقية اللي بتكون بصف أو بمعهد أو بمدرسة أو إلى آخره عن طريق الفيديوهات فأنا بالعادة بقرأ الكلمات للطلاب بحفظ الطلاب الكلمات بتسمع لهم الكلمات وما بعد الدرس اللي بعده أو الدرس اللي رح ناخده في مثلا النص اللي رح ناخده لازم يكونوا الطلاب قبل ما أعطيهم أن يابدوا يكون تسمعين كلماته حفظانين كلماته بعده بصيروا هنين اللي بترجموا ما عمل اللي بترجم طبعا هذا الشيء ما بصير عن طريق الفيديو مثل ما بتعرفوا لأنه ما في قدامي الطلاب وما في دورة حقيقية مثل ما بتعرفوا الشيء اللي بحسن أعمل أنه أوجهكم وعلكم إنه هاي فمنبلش نقرأ كلمات لازم أنتوا رحالكم تخفزوا الكلمات لأنه أكيد ما في أستاذي لحقنا أنه حفظنا ولا ما حفظنا بعد ما تخفزوا الكلمات حاولوا أنتوا تترجموا وما بعد افتحوا الفيديو اللي فيه النص حاولوا أنتوا تشوفوا ترجمتكم قريبة ولا ما قريبة فهيك بكون أنا حاولت أني أعطي دورة بكالوريا مشابهة بقدر كبير للدورة الحقيقية اللي بعطيها في الحياة الواقعية وبرجب عليكم كلمة أخيرة ممكن الدورة الحقيقية تكون ناقصة شوي عن الدورة اللي بالفيديو بيعامل الاندباط الذاتي الأستاذ اللي بديه إلاحقني لحتى أدرس أما باقي الأمور فأتوقع هي تقريبا نفسها طبعا فأنتوا شوفوا واللي بحسني تابع الفيديوهات وعطي لا أية سهلة فأنا بتمنى لكم هذا الشيء طبعا أكيد أي ملاحظات أي شغلات أي اقتراحات فأهلا وسهلا فيكم الفيديو هذا عملته بسبب اقتراح من أحد الطلاب طلاب قالولي إنه تقرأ نقرأ الكلمات في الفيديوهات طلاب قالولي لا أمشى للوقت فحبت أوضح هذا الشيء بهذا الفيديو فإن شاء الله رح يكون اقتراحاتكم اللي لازم أحكي عنه رح أحكي عنه قبل ما أبلش أي فيديو لحتى تعرفوا الطريقة اللي رح نمشي فيها بهاي الدروس لأنه بدون التوجيه عن طريق الفيديو رح يمشي لحال إنه رحالكم تدوسوا لازم كل فترة أطلع وعطيكم بعض التوجيهات والأمور لحتى نحاول نحوذ دورة الفيديو لأكبر قدر ممكن مشابهة للدورة الحقيقية رح أطلب منكم نفتح الكتاب ورقة وقلم خلونا نبليش بالدرسة الشديدة طبعا كلها مثل ما بنعرف بالصفحة الخامسة اللي نحن شايفينها خلصناها الصفحة السادسة ما رح نحكي عنها لأنه هي صفحة مختصة بالقواعد اليش ما رح نحكي عنها رح نحكي عنها بعدين رح نحكي عنها لما رح ناخد قواعديات اللي بتحكي عن ربط الحاضر البسيط التام البسيط والحاضر التام المستمر بعدها فينا انحل الطريقة مثل الفحص لانه هاي التمارين ما بتجي بها الطريقة بالفحص بتجي بطريقة مختلفة رح نحكي عنا طيب معناته كل ما منعدي على القواعد ما رح ناخده لحتى يكون الدرس القواعدي لحال رح نشوف هنا النص الأخير بصفحة سبعة تكونوا حفظانين كلمات هذا النص قبل ما ترجموه الأسئلة هون ما مطلوبة رح نشوف النص النص اللي طبق لهذا النص هو مؤلف من أربع بارغرافات بالنسبة للتطبيق ما كتير مهم التطبيق لان ما بيجي بها الطريقة بيجي بغير طرح طيب السؤال بقى هون هذا النص ممكن يجي كلمات ممكن يجي كلمات ذاكرة ياخدوا منه مثلا سطرين سطرين أو ثلاثة ويطالعوا منه كلمات ذاكرة رح نحكي عنهم فيما بعد أو ممكن يجي كنص ولكن كلماته كتير سهلة فمستبعد يجي كنص عليه أسئلة ولكن على كل حال نحن رح نترجمه النص مثل ما اتفقنا بحكي عن الكمبيوترات بحكي انه اخترعوا الكمبيوترات انه الناس ماعد حدا يحسن بلا الكمبيوتر اللعب صار بالكمبيوتر والآخره رح يحكي انه الاطفال صار في مشاكل صار يعيشوا بوحده وإلى آخره بسبب الحواسيب والكمبيوترات وفقدوا التواصل مع الناس الثانية لانه صار كل تواصل عن طريق الموبايل والكمبيوتر بالاضافة رح يحكي عن المشاكل الصحية اللي بتصيب الرقبة بتصيب الانسان بتصيب بسبب الحواسيب طيب النص الاول او المقطع الاول هو رقم دي ما بده نعرف بعد ما نقرأ نعرف انه بالترتيب هذا اول مقطع في المقطع دي هو المقطع رقم واحد رح نكتب عليه رقم واحد رح نترح نشوف المقطع المقطع بحكي سوريا اطلقت الكثير من المشاريع او الحكومة في سوريا اطلقت كثير من المشاريع حتى يتاح للسوريين الدخول على الانترنت طيب هنشوف الترجمة اليوم اكثر واكثر اناس يعني اناس اكثر واكثر طيب هنشوف الترجمة في سوريا يستخدمون الحواسيب لاجل النشاطات في المنزل في في المدرسة او في العمل اي جملة الاولى جملة التانية ولمثل هذا هذه الحاجة الحاجة او الطلب ذات وانما تجي بمعنى باللغة العربية الحكومة قد اطلقت اطلقت الحكومة برنامجا لي يسمح للسوريين بشرائهم لمن؟ الحواسيب ممكن نسأل هذا ما عامنا عائلة بس نعرف نترجم نعرف نحلة بسهولة اكثر الكثير من الناس يستخدمون الحواسيب لاجل كل انواع الاشياء استعمل الحواسيب لك كل انواع الاشياء مثل ايش كتاب الرسائل البحث عن البحث في الانترنت او فقط لعب الالعاب او فقط لعب الالعاب ان سوريا قد تبنت التكنولوجيا الحديثة بشكل ناجح جدا بشكل ناجح جدا هون صوب معنا جدا ولكن في هذه المقالة انا سوف يعني ادرس او اعتبر او ادرس او ومعنى النظر في ضررين الحواسيب معلاتها هن البلسوا بمقدمة عب بحكوا فيها عن الحواسيب بعد ما خلصوا المقدمة اللي شفناها بالمقطع اللي شفناه هون هلا بابدى يحكوا عن ضررين متعلقة بالحواسيب معلاتها المقالة هي عن اضرار الحاسوب وان عن فوائد الحاسوب المقطع اللي بعده اللي يقرأ هو المقطع هادي بعدين هادي المقطع هادي بعدين هادي ترطيب ما كتير مهم مهم انه نترجم نحنا اضع نحن نقرأ هذا المقطع ونوقف There is no doubt that computers are here to stay لا شك كلها هناك يكون لا شك واسنحنا ما نقوله هيك لا يوجد شك لا شك أن الحواسيب تكون هنا لطبقة ما تترجم هيك وجدت لطبقة هيك تترجم ما وانه تكون هنا لطبقة يعني موجودة في الحياة مش هانت تكمل ما راح تكون فترة صغيرة وراح توقف الحواسيب وهذا الشيء اللي عم نشوفه بعض الأعمال والكثير رفاهية هاي أنشطة الرفاهية أو أوقات الفراغ أو التسليم ما بقوله سوف تكون مستحيلة بدونهم لمن الحواسيب ولكن نحن يجب نكون واعين للممكنة أخطار يعني للأخطار الممكنة من إمضاء كثير جدا من الوقت وقت كثير جدا على حواسيب يعني من المهم أن نكون واعين للأخطار المحدقة بنا من إمضاء وقات كثيرة على الحواسيب لأن هذا الشيء بدرنا صفي عنا المقطع هذا ال-A وال-B راح ناخده إن شاء الله في الدرس القادم